موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بك في مباراة جديدة حدثت في اليوم التالت من بطولة سينكفيلد كاب أو كأس سينكفيلد البطولة التي يشارك فيها ماجنس كارلس من بطل العالم ونخبة من كبار لعب الشطرنج في العالم في اليوم التاني من هذه البطولة علي رضا فيروزا هزيماء من يان نبومنشي هل سيستطيع أن يعني يتغلب على الهزيمة ويرجع بفورمة كويسة ولا الضربة كانت جامدة قوي وهيتأثر نفسيا ومش هيمشي كويس تعالوا نشوف خسمه النهاردة لاعب مخضرم جدا واسمه ليفن أرونيام كان أرميني ولكن دلوقتي هو أميركي وعلي رضا فيروزا لاعب بيدأ ملك هقولك موضوع جائزة الجمال وموضوع العنوان ده بس في الآخر بشيب سي فور الافتتاح الإيطالي يعني أعتقد أن هذا يمكن أن تسميه افتتاح المبتدئين أي حد لسه بدأ يلعب شطرنج بيتعلم الإيطالي افتتاح بسيط بتطلع قطعك وتبيت والأمور رايقة خالص يعني بشيب سي فايف دي ثري نايت اف سيكس يمكن أن نط واضغط هنا اتش ثري ممنوعة نط يمعلم تبييت وعلي رضا فيروزا ما اختارش الخطة الفضيعة اللي تستخدم دايما بسي ثري والحسن يقعد يمشي المشوار الطويل ده وده يلف هنا ويروح للمربع الجامد ويهجيمه على الملك قالك معظم الحاجات دي خلاص لسود هرسها وهرشها وعارف بيتعامل فيها ايه كمان الحسن ده بيلف نفس اللفة لسود لا يعاني ضد هذي الخطط وبالتالي اللعيبة دلوقتي بدأهم يدوروا على أفكار جديدة فاختار تالت أحسن نقلة على الانجين نايت سي ثري اوكي بفكرة انه يأخر الدي فايف شوية لو اتخدت دلوقتي هكلك على طول طبعا الانجين هنا بيرشح اي سيكس او اي فايف عشان تبقى تسحب الفيل ما يطلبش او بيرشح دي سيكس عشان تفتح لفيلك فيش اي حاجة غريبة صح بص على وقت اللاعبين لسه محدش فكر فأرونيان لعب نايت اي فايف ووقته لسه منزلش يعني ما فكرش في النقلة النقلة دي اعتقد ان فيروزة محللهاش ليه لان احنا بنعتقد انها بلندر يعني اللاعبين عندما يروا هذه النقلة انه رايح على امتياز الفيلين بتقول له يا سلام اكل يابن البيداء الوسطي ولما تاخد امتياز الفيلين ارجع ومعايا بيداء كامل تقريبا بدون تعويض حتى لو لعبت دي فايف وانا كالت ودتني كيش نايت اي ثري ما فيش اي حاجه معايا بيداء كامل زياده فليه اللي خلى ليفن ارونيان يعمل كده ويسيب بيداء وسطي يقال لك والله اصلا ليفن يعني عامل دراسات في هذا الشكل لو خدت البيداء بيتلعب كوين اي سافن هات القطعة ولما القطعة تبقى تمشي نبقى ناكل ياكل ويفتح عليك الوسط لانه مبيت وانت لأ طب يا عم انا هامسك القطعة هخليها قوية دلوقتي نايت تيكس نايت تيكس دي فايف قاتلة لا تستطيع ان تأكل عشان الربطة تفوق واحد ونص للأسود وبالتالي علي رضا فيروز قالك تبوان علي من ده بايه انا اصلا مش محضر قصاد النقلة دي ولا محضر متاهات ناكل البيداء وحافظ عليه انا هلعب ناكل العادي جدا هلعب اي سيكس عايز الفيل خده دلوقتي وإلا هسحب الفيل ام ناتش الفيل صاحبنا عوج البيادئ ولكن الابيض بصراحة عنده سيطرة جيدة على مربع الدي فايف والدي فايف من الاسود ما تتلعبش دلوقتي تماما دي سيكس عايز يكمل انتشاره بيشيب جي فايف اقوى نقلة على الانجين ليه من النقلات القوية بيشيب جي فايف لان الفيل خلاص خرج برا السلسلة ما يقدرش يكسر الربطة من هنا لان الملك بيت يعني فكرة ان تلعب اتشي سيكس و جي فايف مش موجودة لان الملك هيبقى ضعيف قوي وبالتالي بعد بيشيب كوين دي ثري اتشي سيكس رجع جي فايف تلعبت عكس الصحة تماما الصحة هنا انك تلعب سي سيكس وتحاول تلعب على الدي فايف وتحاول ترجع الفيل يكسر الربطة والشكل صفار او لو بيته طويل عشان دي اصلا فكرة كوين دي سيكس تلعب هذا اللاين الطويل العريض الذي ينتهي في الاخر بصفار على الانجين انت ضغط هنا وانا هجيب للرخاخ مالكك وحش لانه ممكن افتح عليه الانات كمان شوية اصفار اصفار على الانجين ولكن ايه اللي يخليك يا عم يا عم اسمك ايه انت ليفن ارونيان تلعب جي فايف وتسمح بالتضحية خد بالك الابيض ضحة قطعة وهيقعد يدور عليها عشان خاطر يرجع لي القطعة اللي أنا لسه مضحيها والخصم يقول له لا مش منرجعها لك كينج جي سيفن بيحمل قطعة بتاعته بزيادة وبيفتح طريق دفاعات للرخ تتزحلق من هنا اخد بالك اف فور اتلعبت الانجين بيقول انها مش احسن حاجة لكن لو سبته بعمق كبير هيشوف انها نقلة كويسة جدا لكنه مرشح النقلة الاولى كوين اف ثري ضغط على طول ولكن الانجين هنا مرشح حاجات فضيعة خلينا اقول لك النقلة البسيط انك لو عملت حاجة زي كده وانا دفعت البيضاء عاوزة زحلق الرخ تضغط وتعمل مشاكل ورجعت انت تاني عشان الرخ تتمنع الرخ بتروح على اي حال وتاكل الفرق فتحت فايل على الملك وبعد شوية الرخ بتيجي وتفوق اربعة للابيض لو اخترت النقلة الاخرى اللي جامدة شوية بدل ما تاكل البيضاء والجو ده لعبت روك ايتش ايت مثلا فدي فكرتها غريبة جدا لو انت بيت روك ايتش سيكس لو اكلت شكرا انا كده اديتك قطعتين قصاد رخ ومعايا بيادق ده فوق واحد بس للابيض وكمان شوية الوزير ممكن يتزحلق خد بالك ويبعد عن الرابطة ولو ملعبتش صح الدنيا مش هتزبط معاك ولكن اف فايف تلعبت اف فور تلعبت عايزة تهديد مباشر اف فايف تمشي العب نايت دي فايف واضغط على الرابطة فبستموف اكل بيضاء في بيضاء عشان امنع الاف فايف ودلوقتي نايت اي تو ناوي اكل ده واضغط على الربطة من الاتش فايف بزيادة ورجع القطعة بتاعتي ومعايا بيادق ومالك الاسود بقى وحش وفي اللحظة المناسبة هبيت طويل جه الوقت اللي حرقلك اللي حصل واقولك ان فيروزة وهو خارج اتعمل معاه مقابلة واول حاجة قاله الانترفيور قاله انت عارف ان البطولة دي فيروزة فيها بريليانسي برايز يعني جائزة جمال فايروزة بقى اتكسف كده وقاله يا عم كدر الف خيرك انا والله انت بتحرجني بزوءك فايروزة لعب مطر جميل جدا جدا وتعال نكمله سي سيكس تلعبت بي فور امشي وفايروزة في المقابلة كان بيقول هي بي فور كويسة طبعا بي فور هي الانلي موف انت لو ملعبتش بي فور هنا الوزير هيهرب بكيش ومعدش يبقى فيه ربطة على الحصام والشكل يبقى احسن للاسود يعني انت لو لعبت اي حاجة تانية بدلا من بي فور هنا يعني لعبت مثلا روك اف ون كيش خلاص تفوق ترته ونص سود الحصان ده هيمشي كمان شوية مش مشكلة خلاص القطع معدش مربوطة على حاجة وتفوق فكرة بي فور مش اني اقول لي الفيل اي سؤال ولا اي بتاع لا ده امنع الكيش اللي لسه مسموحة بعد سي سي سيكس الفيل تزحلق يحمل بيدق وروك اف ون كينج جي سيكس بستموف على الانجين ولو سمحت هات هذا الفيل تم حماية الفيل باتش فور وبشيب تيكس تلعبت واحد يقول لي ايه اللي يخليه يضحي بقطعة كده ما كان يلعب حاجة زي كده مثلا اقولك هنا في تضحية ممتازة روك تيكس اف فور ولو اكاد اوعى تاكل بكش فينا الا افضل بكتير الا وهي هذه الكش هذا الملك اذا الوزير يتعبوا كيش تاكل كيش وبعدين تاكل تفوق 8 حتى لو انت عاوز تعمل شآ و تلعب كده الاول فباكل الفيل بكيش و الملك ده يروح فين لو راح هنا باكل بكيش لو راح هنا باكل بكيش تاكل باكل بكيش وبعدين ممشي بالوزير يا عم ولا باكل بكيش تفوق 13 ولذلك صاحبنا لفن ارونيان قرر انه يرجع القطعة بانه يلعب بشيب تيكس كوين تيكس ويفتح الوسط عشان ملك الابيض لسه في الوسط اذ يقابل النقل الفضيعة القوية كوين بي ثري لا انا مش هفتح الوسط انا هحاول ابيت طويل في اللحظة المناسبة لا تستطيع ان تأكل حصان في بيدا نتيجة ان انت لسه مربوط روك اي ايت اتلعبت بس خلينا اقول لك لو تلعب بيدا في بيدا هنا ممكن ايه اللي يحصل اللي يحصل هو خلينا اقفل هذا الواتساب البرينس نايت تيكس بكيش وبعدين لازم تأكل حاجة زي كده روك تيكس ومين هيهرب من الرابطة دي فوق تمانية للابيض وبالتالي الافكار بتاعت بيدا في بيدا مش موجودة روك اي ايت اتلعبت وتلعب عليها بشيب تيكس خلاص مش مضطر اربوطك لاني رجعت قطعيتي خلاص ما انتدتني بيشب تيكس سي فور وبعد هذي التكسيرات حصلت حصل التبييت ونايت تيكس تلعبت عد البيادئ البيادئ ايكوال ولكن لسوق حالة ملك الاسود في تضحية قوية فيروزا شافها لكن قال انا مقدرتش اشوف المكسب موجود فين نايت تيكس كان المفروض تتلعب فيروزا شافها لكن لا شافش التكملة القوية للاخر وبالتالي ملعبهاش كيش تمشي روك تيكس هات الوزير الوزير ياكل هنا وكوين اف ثري هي الاونلي موف اللي يتحافظ على التفوق والشكل بصراحة اي نعم الملك اه تمام لكن مفيش ماد دلوقتي يعني المربعات بالنسبة كبيرة محمل انجن بيقول كينج اتش وان روك دي وان كوين اتش سيكس كينج بي وان وكوين جي فايف تمنع الكاشات ولكن بعد جوز الارخاخ بهذا الشكل الامور صعبة طبعا احنا دلوقتي بنشوف كل النقالات دي لكن الرجل ده بيحسب في دماغه كل اللي احنا عرضنا ده من هنا عايز يحسب كل اللي احنا قلنا ده من هنا ففي حاجات معرفش يبرر التضحية فقرر انه يرجع نايت اي تو كانوا بيقولوا كمان ان مفيش مانع لو لعبت الحصان من هنا اهو بيهاجم ال ا ا انا عارف ان هو بيهاجم لكن الحصان ده كمان قوي جدا فمحتاج ارجع يمكن اجيبه كمان شوية بس الحصان ده لازم يتدفع عنه لانه ممكن يعمل مشاكل كبيرة الشكل صفار على الانجين يا اخواننا دلوقتي بعد ما كان فيه تفوق اربعة لو كانت تضحية تلعبت نايت دي سيكس تم اختيارها ولكن الانجين بيرشح احسن استخدام لهذا الحصان ويبدأ بيروك اي سافن تحمل بدأ المطلوب وبعد شوية تزحلق الوزير يلعب على هذا الوطر يا سلام حاجة زي كده مثلا لو تزحلقت كده تمنع الكاشات بتاخد الدبل دي وبتظهر قوة الحصان الفظيع اللي على اي فور ده لكن ده ما حصلش اللي حصل نايت دي سيكس حما بهذه الطريقة كيش ماشي كيش رجع والحصان بدأ فعلا يرجع على المباراة زي ما فيروزا قال في اللحظة المناسبة لما الحصان ده يمشي الحصان هيرجع على المباراة كوين بي سيكس تعال انكسر مستحيل اكسر ايه وانت ملكك في الشارع الملك يهرب وبعدين نايت اف 5 تعال انكسر الحصان ده بليز علشان الحصان ده لو ترشأ هنا هيعمل لي مشاكل على ملكي لكن لو انت رشأت هذا الحصان على طول هنا فانت بتاخد مات في اثنين كيش كيش اسف من هنا وتروح في اي حتة الملك الوزير بينزل بمات فلازم تكسر وابدأ انا اضغط على هذا البيدق كيش ولو اكلت هذا البيدق بتاخد ماتات مات في احداشر الانجين بيقول خلاص هعميت البيدق ده وخلاص عايز تدي مات من هنا ومن هنا وكل حاجمات في ستة دلوقتي فما ينفعش بيدق ال اي سيكس ده يتاخد كوين اي سيكس تعال انكسر عشان خطري ملكي في الشارع ما يصحش كده لرجل كبير ما بكسرش يا ابني اي فايف عايز افتح على ملكك فايلات وهاجم انا كمان روك دي ثري بيدق في بيدق كيش هات متات فيش وقت تديني اي حاجة تفوق اربعة دلوقتي رجع تاني حق رجع لاصحابه كينج باك الانجين بيقول هنا احسن حاجه تلعب بروك هنا بس عليها كوين هات مت في واحد كوين جي سيكس تمنع المات وتضحية تكمل منها باسترجاع الماتيريال بتاعتك بهذا الشكل والبادئ دي بتجري تفوق اربعة مازال بس ده ما تلعبش اللي تلعب هذه النقلة وعليها روك تيكس على اي حال ما تقدرش تاكل عشان الماتات فاكل هنا ودلوقتي الكش الفضيعة لو اكلت باكل دلوقتي بتطلع فوق هنا روك اف سفن ولو طلعت هنا مثلا فكوين جي فايف ميت لكن الحاجة التانية اللي محتاج تعرفها انك لو خرجت لا يوجد حاجة هنا اصلا انه يديك بقى وزير وتلعب بالشكل ده فما ينفعش تاكل بعد الكش دي طلع ودلوقتي النقلة الفضيعة ما توقف الفيديو وتفكر كده ايه النقلة الفضيعة هنا كوين اف سابن تكسير وزراء بعد كل ده والاسود معاه اربعة على واحد في الجناح ده راح يكسر وزراء اه ازاي جدع عشان كوين تكس روك تكس بكش لو هربت هنا انا باخد رخك ولو هربت هنا بفكرة ان انا لو كالت هتاكل فانا ما باكلش واكل انا بديك ايه فايف وبعد ما هتاكل اخد رخك معاي رخ كاملة زيادة ويستطيع علي رضا فيروزا ان يفوز على ليفن ارونيان بتطحية ممتازة وينافس على جائزة الجمال في هذه البطولة اتمنى تكونوا اتبسطوا بهذه التغطية اراكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة